بسم الله الرحمن الرحيم وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنته وفضله فهذا عدل وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء الله بالفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته وملغنا به طرفة عين الفضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمةً للعالمين وخدوةً للعاملين ومحجةً للسابكين وحجةً على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثر إلى جنات النعيم وعدل الضغبون عن هدي إلى صلاة الجحيم ليهلك من هلك عم بينه ويحيى من حي عم بينه وإن الله لسني عليه فصلى الله وملائكته وجميع ذلك المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل معرفنا به وداع إليه وسلم تسليمها ثم أما بعد فمرحباً بهذه وجود طيبة مشرقة المتوضئة المصليات المؤمنة لهذا البلد الطيف لهذه المحافظة الطيبة التي تثمر الخير وتخرج الخير وأنا أقول دائماً قرية من القرى كفر الشيخ أفضل من مدينة كبيرة التي يشد الناس إليها الرحال لكفرة الخير في هذه المحافظة الطيبة كما أشكر لابني الحبيب الشيخ سعد زغلول وأنا عرفته في المحنة أيام السجون في العهد البائد وهو الحمد لله أنا حريسياً على الدعوة وعلى بصيرة ولاء قوي للدعوة السرفيه ومحب لشيوخها فأس الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ونحن نرحل يعني المواضع المشيخ الرعيل الأول يعني في معترك المناية يعني إما وصلوا الستين إما قريبين من الستين وهذا الجيل الثاني نسأل الله تعالى أن يفتح به وأن يفتح عليه وأن يواصل المسير وما قاله يعني مهم يعني الأمور بالمعاني وإذا كانت خطبة الجمعة في الكفر الشيخ مرسجد الشيخ الإسلام كتب عنوان عودة إلى الإيمان قلت بعيداً عن العسكر وبعيداً عن جماعة الإخبار المسلمين وبعيداً عن السلفيين وبعيداً عن الدستور نحن نحتاج تجديد إيماننا نحتاج أن نعرف قيمة الإيمان وشرف الإيمان نحتاج يعني أن نعرف ثمرات الإيمان والعلى في خطبة مقبلة أيضاً نتكلم عن أسباب زيادة الإيمان مش حاجة نفضل في المظاهرات والكلام في السياسة وما فيش هدف يعني من وراء يعني كل هذه الأعمال إلا إسقاط الدولة مع أن إسقاط الدولة ليس يعني في مصلحتنا إسقاط الشرطة وإسقاط الجيش ومؤسسات الدولة هذا ليس من مصلحة البلاد والعباد ويعني حتى لو خضان الحاكم الظالم فهو أفضل من الفوضى يعني بقولون يعني خمسين سنة من حاكم الظالم أفضل من يوم بلا حاكم أنه قد يحدث في اليوم من الفوضى والهرج والمرج ما لا يحدث في خمسين سنة من حاكم الظالم فنسأل الله تعالى يعني أن يهدينا رشدنا وأن نهتم فعلاً بتربية الإيمان في قلوبنا وأن نأخذ بأسباب زيادة الإيمان وأن نعرف يعني شرف الإيمان وأن نعطي صورة جديدة للناس عن الالتزام وعن الشرع وعن الدعوة وأن نحب بالناس يعني فيه يعني الدعوة لأن كثير من الناس يعني أخذ يعني صورة غير صادقة يعني عن الدعوة كثير من الشرطة ومن الجيش ومن الناس اللي بعملوا في المؤسسات ومن الذين ينتسبون التائرات الأخرى زي العلمانيين والإبراديين يعني لم يتعرفوا على يعني أصحاب هذه الدعوة عن قرب ولعل يعني بعض الجماعات الأخرى أعطتهم صورة غير يعني طيبة فكرهوا الإسلام وهاجموا الإسلام وكان السيناريو الذي يريدون يعني أن يتم هو إبادة كل الطيار الإسلام وكان موقف الدعوة بفضل الله يعني أعطي جل فيه حفظ للدعوة وحفظ للبلد لأن كل أصول الشريعة وكل الأوامر والنواهي في الشريعة بتصب في خمس أصول حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض والخامس حفظ الدين بالأصول الخمسة اللي كل الشريعة بتصب فيه أي أمر وأي نايف شريعة بيصب في أصل من هذه الأصول أو في أكثر من أي من أصل فالحمد لله تصرف الدعوة والذي تتهم فيه بالخيانة ومولاءة الكفار والوقوف مع أعداء الله يعني كان فيها حفظ للنفس وحفظ للدين وحفظ للمال وحفظ للعرض وتصرف غيرنا كان فيه إضاءة لكل شيء إضاءة للدين وإضاءة للنفس وإضاءة للمال فلأن الدعوة بتفكر بالتفكير الشرعي وتقدير المصالح والمفاسد وبيتستخير وتستشير ولكن قد يكون غيرنا يعني بيفكر في مصلحة جماعته أو في مصلحة نفسه بغض النظر عن مصلحة الإسلام أو مصلحة البلد فبحمد الله يعني بقاء الدعوة من ثمرات يعني هذه القرارات الطيبة لإدارة الدعوة السلفية أيضا مش هو الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه ولكن أتكلم عن غربة الإسلام وكيف بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ كما أخبر نفسه صلى الله في حديث الصحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للورباء طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمر مضمر يعني نعمل الإيد تدريب للخيل ليحبسوا الخيل ويأكلوها بعدين تجري مسافة معينة بعدين يحبسوها يأكلوها وتجري بحيث أن تنفت العضلاتها تكون أقوى على الجري في الكر والفر فطوبة شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمر تحت ظلها مئة سنة ما يخطعها ده نص الحديث في الصحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للورباء في رواية غير مسلم قال ومن الورباء يا رسول الله قال النزاع من القبائل من القبيل الرجل الرجلين في رواية قيل من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس في رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنة في رواية قال ومن الغرباء يا رسول الله قال الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى بن ورهم في رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين من يعصاهم أكثر ممن يطيعون أتعرف على هؤلاء الورباء وكيف بدأ الإسلام وكيف كاد الشيطان أمة الإسلام فالإسلام بدأ غريبا نبي صلى الله عليه وسلم بعث في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء فبدأ بالدعوة إلى الله وستمرت أربع سنين الدعوة تقريبا سرا كانت ناس سلام يعرض الدعوة ويعرض الإسلام على من يغلب على ظنه أنه يكتم أمره وأنه يدخل في الدين فعرض الدعوة على أمينا خديجة رضي الله عنها فكانت أول من أسلم أو مطلقا أو أول من أسلم للنساء وعلى صديقي الحميم ثاني أثنين هما في الغار فكان أول من أسلم من الرجال وعلى مولى زيد بن حارثة فكان أول من أسلم من الموالي وعلى علي بن أبي طالب وكان يتربى في بيت النبوة كان سنه ثمان سنين لعشر سنين فكان أول من أسلم من الغلمان واستمرت الدعوة كذلك إلى أن نزل قوله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستاذئين فانتقلت الدعوة إلى المرحلة الجهرية وأيضا بنزل قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين وأيضا بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه فانتقلت الدعوة إلى المرحلة الجهرية ولكن لم يحصل أي صدام بين الدعوة وبين المجتمع الجاهلي في مكة ولما بيع الأنصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعت العقبة الثانية وكانت تضمن الناس السلام يهاجر إلى المدينة وأنهم يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مما يحمون منه أزرهم يعني نساءهم أمر الناس السلام بالهجرة وبعد أن بيعه الأنصار قالوا إن شئت النميل على أهل الوادي يعني وادي منا كان هذا في موسم الحج فنبيتهم نبيتهم يعني نقتلهم ليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بذلك يعني الحد نهاية الفترة المكية لم يؤمر بمواجهة الجهلية بالسلاح ثم أذن في الهجرة فهاجر الصحابة رضي الله عنهم ظرافات ووحدانا ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت العبودية في مكة في كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيطاء الزكاة والعفو والصف عن المشركين كل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله يتحملون الأذى منهم ولا يوجهونهم بالسلاح لعل كثير منهم يصير من جنود الإسلام يعني بعد ذلك ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتأسست الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وأذن في الجلاد والجهاد وكان في داية الأمر بعد الإذن بالختال المقاتلة الذين يبدأون المسلمين بالختال ولكن لا يبدأون أحدا بالختال ولكن اعتبرت خريش معتدية فيجوز أن يبدأوها بالختال لأنها أخرجت للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجت المهاجرين الكرام يعني من مكة ثم لما كانت السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر ونصر الله عز وجل المؤمنين فيها نصرا مؤزرا مع أنهم كانوا يعني أذلة قلة في العدد وقلة في العدد ولم يخرجوا أصلا لختال ولكن خرجوا من أجل العير التجارية الرجع من الشام وكان فيها 36 رجل وخيلة 40 رجل بسلاح الراكب مع أبي سفيان بن حرب ولكن شاء الله جل أن تكون معركة بدر مع جيش قريش من أجل أن يكسر شوكة قريش في شوال منتصف شوال من السنة الثلاثة من الهجرة كانت غزوة أحد وطبيعة الصراع بين الحق والباطل أن أهل حق ينتصرون في جولة فتقوى شوكتهم وتزداد قوتهم ويدال عليهم في جولة أخرى فيمحص الله عز وجل لقلوبهم ويختار ما شاء من الشهداء ويمحق الكافرين فكانت الهزيمة في أحد الصحابة الكرام بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب تحرك قليل من حب الدنيا في قلوب بعضهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وبسبب التنازع حتى إذا فشلتم وتنازعتم وتنازعتم فكان والقد صلى الله عليه وعده إذ تحسونه بإذنه حتى تحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم الحس القتل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يعني الصحابة كانوا أزهد الناس في الدنيا حتى قال بعضهم ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قبل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يعني فيش أي مظهر مظاهر حب الدنيا بخلافنا طبعا مظاهر حب الدنيا كثيرة جدا في حياتنا فحب الدنيا من أسباب الهزيمة والتنازع من أسباب الهزيمة ومعصيد السنة ومعصيد أمر النابس الله سلام من أسباب الهزيمة توعد أبو سفيان بن حرب مع النابس الله سلام على أن يكون اللقاء في العام المقبل فخرج أبو سفيان فعلا للقاء النابس الله سلام في شوال من السنة الرابعة من الهجرة ولكنها كانت سنة مجدبة فراجع أبو سفيان من الطريق وقال أيها الناس إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن وألقوا بالأزواد والسويق والدقيق الذي معهم حتى يتخففوا في سمية غزوة السويق كانت فيه شوال طبعا ما كانش فيها قتال راجع من الطريق في العام الخامس من الهجرة يعني فيه شوال أيضا اللبل جماعة من اليهود ذهبوا إلى قريش وتحركوا في قبائل عرب فألفوا الأحزاب الكافرة يعني على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والنفس السلم أمر بحفر خندق بين حرطي المدينة والحر الأرض ذات الحجارة السوداء مدينة بين حرطي الواقم والأي والوبرى وأتت الأحزاب الكافرة وكان عددهم مع عشرة ألاف وكانوا بين جبل أحد وبين الخندق وخرج النفس السلم في ثلاثة ألاف فكانوا بين الخندق وبين جبل أقرب وأزغر يعني إلى المدينة وهو سلع وهذه المعركة لم يكن فيها التحام بين الجيشين ولكن كانت تراشق بالنبل وأحيانا هذا التراشق يكون طوال النهار يعني حتى يعني دعا أن يمسا سلم يوما على الكافرين أنهم شغلوا مع الصلاة الوسطى صلاة الإي العصر استمرت تراشق طوال النهار حتى غربة الشمس وقالوا هذا قبل أن تشرع صلاة الإي الخوف وصلنا للسنة الخامسة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل وقال الله منزل الكتاب مجرع السحاب هزم الأحزاب اللهم هزمهم وزلزلهم فالله señora للأرصى عليهم ريحا تخلع خيامهم وتكفى قدرهم وتزيحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى غير رجعة وكان علم من أعلام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نغزوهم ولا يغزون فكانت غزوة الأحزاب آخر غزوة يغزو فيها الكفار مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أربع عشرة مئة عدف رعميد صحابي خرجوا قصدين مكة المكرمة من أجل العمرة وصدتهم قريش عند الحديبية الذي يسمى الشميسي الآن الذي فيه موقف السيرات في مدخل مكة وتم ما عرف في كتب السيرة بصلح الحديبية أن تقف الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش عشر سنين وأن النبي عليه الصلاة والسلام يرجى هذا العام لا يدخل مكة للعمرة ويعود في العام المقبل حتى لا تتحدث العرب أن قريش أخذ الضغط وأيضا من أسلم من أهل مكة وذهب إلى المدينة على أهل مدينة يعني أن لا يقبلوا أو يرضوا إلى مكة ومن ارتد من المسلمين في المدينة وذهب إلى مكة لا يرضوا وطبعا معروفيا موقف عمال بالخطاب لما قال على ما نعطي الدنيا يعني في ديننا ونزل قوله عز وجل إننا فتحنا لك فتحا مبينا مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبين ودخل في صلح قريش بانو بكر قبيلة بانو بكر ودخل يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة خزاعة السنة السابعة من الهجرة المشهور في عمرة القضية وليست المقصود بالقضية إنها قضاء لعمرة الحديبية لأن عمرة الحديبية من العمرات المعدودة للنفس السلام لأن من قصد العمرة وصد عن البيت ينحر أو يذبح الهدي لو استطاع أن يرسله إلى مكة يرسله إذ لم يستطع ينحر أو يذبح في مكانه وتحسب أن عمرة لأنه صد ومنع من الدخول إلى البيت فهي عمرة معدودة في عمرات النفس السلام الأربعة ولكنها سمعت عمرة القضية أو عمرة القضاء لأنها التي قاض عليها قريشا خرج النفس السلام إلى عمرة القضية في السنة السابعة يعني من الهجرة ومكث في مكة ثلاثة أيام ثم ينعد إلى المدينة يعني مرة ثانية العام الثامن من الهجرة حدث قتال بين بني بكر وخزاعة بني بكر دخل في حلف قريش وخزاعة دخل في حلف النفس السلام فعانت قريش بني بكر على خزاعة فكان هذا نقضا بالعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم نقض صلح الحديبية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه عشرة ألاف مقاتل في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة قاصدا مكة المكرمة من أجل الفتح الأعظم وتم فتح مكة يعني في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي حاول الكعبة وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة في شوال من نفس السنة كانت غزوة حنين أو غزوة مع قبيلة هوازن غزوة هوازن كانت مع قبيلة هوازن وهذه الغزوة التي حدث فيها عكس ما حدث في أحد يعني أحد بدأت بنصر وانتهت بهزيمة غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة من الهجرة بدأت بهزيمة وانتهت بنصر لقد صدقكم الله قوله عز وجل لقد نصركم الله في مواطنة كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزى الله زكيناته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزى جنودا لم تروا وكان سبب الهزيمة في بداية غزوة حنين يعني أن بعض الصحابة والغالب أنهم من مستمة الفتح قالوا لن نهزم اليوم من قلة لما شافوا النومة الثمية وتسعتاشر انتصروا على جيش خريش وعدده ألف وفي الأحزاب كانوا ثلاثة ألاف وانتصروا على عشرة ألاف وسبعمائة من بني خريضة فقالوا مش معه نحن نهزم ده نحن أتناشر ألف فتعلقت يعني قلوب بعض الصحابة بالأسباب فوكلوا إلى هذه الأسباب فلم تغني عنهم شيئاً وكان هناك سبب آخر للهزيمة أن بعض الصحابة الكرام خرج حسر يعني دون دروع على صدورهم من غير حديد على صدورهم وكانت هوازن رماة كامنوا في الجبال وأمطروا المسلمين بوابل من نبل لقوا السهام زي المطر والصحابة بشر يعني مهمش ملائكة ففروا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أشجع الناس هم يفرون والنبي صلى الله عليه وسلم يسرع بدبته في اتجاه القوم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وكان معه عمه العباس ومعه أيضاً ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن ينادي على أصحاب السمرة السمرة يعني الشجرة الذين بيعوا على الموت في صلح حديبية فقالوا يا لبيك يا لبيك كأنها بقرة عطفت على أولادها وأمره أن ينادي على الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحمون ما يحمون منه أزرهم فقالوا يا لبيك يا لبيك ثم خص الدعب بني حريثة بن خزرج فقالوا يا لبيك يا لبيك فاجتمعوا على الناس صلى الله عليه وسلم ثم كان الانتصار في غزوة حني والمشركون بعضهم ذهب إلى نخلة وإلى أوطاس وحاصر نبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الطائف ولم تفتح له وعاد ورجع بالعمرة الثالثة وهي عمرة الجعرانة من قرن المنازل أو قرن الثعالب يعني سابقا ده كان في السنة الثامنة من الهجرة السنة التاسعة من الهجرة كان فيها غزو التبوك في شمال جزيرة العرب ولم يكن فيها هناك أيضا التحام لأن الروم سمعت مغدب نبي صلى الله عليه وسلم في عشرين ألفا وقير ثلاثين ألفا ففر ولم يلقى شيئا وأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وأصر أن أكيدر دومة وصالحه على الإيه الجزية وهذا العام معروف في كتب السيرة بعام الوفود أن في هذا العام التاسع من الهجرة هو عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب فأقبلت الوفود تطرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إما أنهم يقرون بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون فهو عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب العام العاشر من الهجرة كان في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني ما نسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا والصحابة العرب يفهمون لغة العرب وأن الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطر إن نرجو أن نفتح هذا البدد وانتصر على هذا الجيش على عادة الملوك فالصحابة فاهموا أن هذه الحجة هي حجة الوداع الحجة الأولى والأخيرة الحجة يظن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عشر مرات وهذه أخر حجة لا هي الحجة الأولى والأخيرة فاستشهد الناس على أنفسهم وقال اللهم هل بلغت اللهم اشهد ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثاني أيام التشريق إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب فكان هذا الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجه كانت علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم فظل يعرض بقرب أجله فخطب الناس وعائد من مكة في حاجة الوداع وقال إنما أنا بشر يشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وجلس على المنبر قبل وفاة النبي بأسبوعين وقال إن عبدا خيره الله بين ظهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختر ما عند الله فقال له أواكر الصديق بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأم هادم وفي الثاني عشر يعني من ربيع الأول من سنة الحدية عشر من الهجرة لاحق بالرفيق الأعلى وترك الإسلام في غاية القوة والصحابة بعده طبعا دولة أباكر الصديق كانت سنتين وأربعة أشهر أو عدة أشهر قليلة كان فيها حروب الردة وخلافة طمر بالخطاب يعني كانت عشر سنين تقريبا كانت فيها الفتحات الإسلامية وأيضا خلافة عثمان الخلافة العثمانية كان فيها أيضا يعني فتحات يعني كثيرة ونفس السلام ترك الإسلام في غاية القوة وفي غاية المنعة حتى قال الخليفة هارون رشيد للسحابة في السماء أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك وكان خالد يقول للروم قد تحصنوا بالحصون أيها الروم انزلوا إلينا فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا وقف طارق بن زياد الفارس المسلم على شاطئ المحيط الأطلنطي وهو يقول والله يا بحر لو أعلم أن أراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا طبعا كانت شرف إن فيها أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إنها اكتشفتها من ماتين سنة تقريبا ولو كان يعلم لخاض المحيط بفرسه فكان الإسلام في غاية القوة وفي غاية المنعة ثم كان الشيطان أمة الإسلام من جهتين من جهة الشبهات ومن جهة الشابات والشبه هي فساد المعتقد وفساد التصور وفساد المنهج فاستجاب له كثير من الناس وظهرت البدع التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا وحدة قالوا من هم يا صلى الله قال هم الجماعة في رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلما أكاد أمة الإسلام بعضهم من أجابوا في الشبهات وبعضهم من أجابوا في الشهوات والشهوات اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله وقوع في الزنة شرب الخامل قتل النفس أكل عموال الناس بالباطل يعني كل هذه من الشهوات فمنهم من أجابوا في الشبهات ومنهم من أجابوا في الشهوات ومنهم من أجابوا في الشبهات والشهوات وبقيت طائفة يسيرة وهم أهل السنة والجماعة الذين لم يفتنوا بالشبهات ولا بالشهوات وذلك يقول حسن بصري السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم إن شار إلى سلامة من بدعة الشهوات ولا مع أهل البدع في بدعهم إن شار إلى سلامة من فتنة الشهوات وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكون فبعض الناس يفتكي أن أهل السنة هم الملتحيين أو اللبسين قصير مثلا أهل السنة الذين لم يفتنوا بالشبهات ولا بالشهوات ولذلك الفضل بن عياض يقول فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة ويكونش واحد يعني ينتزب إلى أهل السنة ويأكل أموال النسبة الباطل نقول لأدى أهل السنة الذين سلموا في عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي منهجهم وفي معاملاتهم وفي اتباعهم بشرع الله ينعز وجل فأولئهم أهل السنة والجماعة الإمام الأوزاع لما سئل عن حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ قال أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد فالمسلمون الآن بيقولوا يعني مليار وستمائة ألف ولكن شوف عدد الشيعة مثلا بيقولوا يعني الشيعة 100 مليون بعضهم يقول أكثر من ذلك شوف عدد الذين ينتسبون الإسلام ويقولنا علماني أو يساري أو ناصري أو شيوعي أو صوفي يعني الذي بقى يعني من هذا الكم الهائل من المسلمين عدد قليلهم أهل السنة والجماعة وهم مستهدفون في كل مكان الآن في سوريا مستهدفون والغرب الكافر الآن بيتصالح مع إيران لأنهم شيعة على باطل الكفر منها واحدة ليضربوا بهم أهل السنة ويتصالحون أيضا مع داعش اللي هي دولة الشام والعراق وهم تكفيريون وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل أوثان ويقتلون أهل الإسلام فهم الآن بدلما يقتلوا بشار الفار النصيري الكافر يقتلون إخواننا من أهل السنة يعني في سوريا فالغرب يقف مع أهل البدع لأنه يعرف يعني أنهم حربة على الإسلام وأن الخوارج كلاب أهل النار فنقول أن أهل السنة كانوا قليلا في الزمن الماضي كما كان الحسن المصري يقول يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا وكان يوسف بن أصباط يقول إذا بلاك عن رجل بالمشرق أنه من أهل السنة فابعت إليه بالسلام وإذا بلاك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فابعت إليه بالسلام فقد قل أهل السنة والجماعة وقال يونسي بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفه في الإمام الأوزاعي يعني في زمن كبر أدباع التبعين زمن مالك والسفيانين والحمدين يقول أما إنه لا يذهب الإسلام كأنه شايف هذه العصور المتأخرة يعني بعد 13 قرن من كلام الإمام الأوزاعي أو أكثر من ذلك قال أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا يبقى منهم إلا الواحد هؤلاء أهل السنة والجماعة هم الغرباء الذين عناهم النفس السلام في هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهم أيضا فرقة ناجية التي قال عنها يعني النفس السلام لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هم يا صلى الله قال هم الجماعة وأولى ما فسر به الحديث الحديث الرواية الأخرى الحديث هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم والصحابة على أخيات الصحابة على فهم الصحابة فهؤلاء هم الفرقة الناجية أيضا وهم الطائفة الظاهرة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي إشارة أيضا إلى أنهم يعني في الشام معاوية رضي الله عنه قرأ على المنبر هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك فقال مالك السكسكي سمعت معاذا يقول لهم بالشام طبعا معاذا ما يقول كلام في إخبار يعني عن الغيب وهذا الصحابي غير معروف بالأخذ من أهل الكتاب فبيبقى كلام له حكم الرف رفع على نسبة لنفسه سلم فكأنه يقول سمعت النفسه سلم يقول لهم بالشام وفي الواقع يعني جبهة الإسلامية يعني في سوريا يعني هؤلاء وخص صخور الشام يعني هؤلاء فعلا على خيضة صحيحة يعني فكرة أهل السنة والجماعة فهذا يبشر بأنهم يعني سوف ينتصرون بإذن الله تعالى ولا يضرون من خذ لهم سواء من الغرب أو من الشرق سواء من حكام المسلمين أو من عوام الناس أو من الدول التي تدعى الإسلام حتى تركيا مؤخرا يعني خرج عبدالله جول يعني من أيامه قال أن تركيا سوف تعيد نظرتها يعني إلى موقفها من سوريا وبدأت تمنع وتقف على الحدود مع سوريا فطبعا الغرب كله يستهدف يعني إخواننا يعني في سوريا مع خذلان المسلمين يعني لهم وأيضا بدأت الأحداث يعني في العراق بين أهل السنة وبين الصفويين وبين الشيعة والقتال أيضا يعني في اليمن يعني بين الحوثيين اللي هم الشيعة وبين إخواننا السلفيين في صعدة في شمال اليمن فالصراع الآن على أشده يعني بين الغرب الكافر ومعهم يعني أهل البدع سواء داعش اللي هم التكفيريين الخبارج أو الشيعة يجتمعون كلهم ينصفا وحيدا يعني أمام أهل السنة والجماعة ولكن نفسه سلم بشرنا وقال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك بقي أن نقول أن أهل السنة ينخسمون إلى قسمين قسم يعمل بالسنة في خاصة نفسه فهو يلتزم بسنة في عقيدته في أخلاقي في عباداته في هدي في سمته والقسم الآخر هو الذي يحمل عب الدعوة يعني إلى السنة فالقسم الأول هم المعنيون بقوله النزع من القبائل وبقوله الفررون بديني من الفئتان وبقوله الذين يصلحون إذا فسد الناس والقسم الثاني يعني هو المعنيون برواية الحديث الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنته وبقوله صلى الله عليه وسلم يعني أيضا في الرواية الأخرى ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين من يعصاهم أكثر ممن يطيعون سهل أنك تلتزم بالسنة وتعمل بالسنة وتعتقد أهل السنة ولكن الشرف الأكبر والدرجة الأعلى أن تكون من هؤلاء الذين يحملون عبء الدعوة إلى السنة ويتحملون يعني في سبيل ذلك ما يتحملون وهذا القسم الثاني الذي يحمل يعني عبء السنة هم الذين عناهم أيضا علي بن أبي طلب رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد الذي روى أبن عين في الحلية وهو مشهور ومن أحسن الأحاديث يعني معنا وإن كان موقوفا على علي بن أبي طالب يقول اللهم بك لن تخلوا الأرض من قائم الله بحججه لألا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدر بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعوها نظرهم ويزرعوها في قلوب أشباههم يعني هؤلاء لا يتركون الساحة خالية بل يوفق لهم من هو على سمتهم ومن هو على شاكلتهم فيحمل الراية يعني بعدهم كما ورد في الحديث لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طعب فأجيال يسلم بعضها إلى يعني بعض فقال اللهم بك لن تخلوا الأرض من قائم لله بحججه لألا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدر لهم يدفع الله عن حجه وبيناته حتى يدعوها نظرهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هاجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلان departments ما استعور منه المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون يعني أولئك عارف الدنيا وفناءها وزولاء وعارف الأخيرة وفقائها فاستلانوا ما استعور منه المطرفون لأن طريق الدعوة ليس طريقا معبدا وليس طريقا مفروشا بالورود بل هو مليء بسجون معتقلات والإزاة والاستئزاء مليء بالأشلاء استلانوا ما استعور منه المطرفون وأنيس بما استوحش به الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك هم خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه ها ها شوقا يعني إلى أولئك ثم قال لحميل بن زياد وأستغفر الله لي ولكن شئت فقم فهذا ما تيصر في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للورباء قال وما الورباء رسول الله قال نزع من القبائل وفي رواية قال الذين يصلحون إذا أفسد الناس وفي رواية الذين يصلحون أفسد الناس بعد من سنتي وفي رواية قال فررون بدينهم من الفتن وفي رواية قال ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم لا يكتفي هذا القدر أقول قبل هذا أستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبركاته محمد وعلى آله وصحبه والسلام السليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر